تصرفات حلف النيتو نحو روسيا فتحت فجوة كبيرة تسع مداها بعد أن نشر الحلف قواته عند الحدود الروسية الولايات المتحدة الأمريكية رغم الدور الذي تلعبه لرأب الصدع إلا أن الإشارات على الأرض تقول بأن هذا ليس ممكنا رئيس قسم التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية أندري كيلان أكد أن موسكو تشكك في إمكانية أن يساعد الاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على تهدئة الوضع بين روسيا والنيتو لأن الخلافات أصبحت متراكمة ولا يمكن حلها في جلسة واحدة على الخط نفسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن عملية توسيع نشاط النيتو وتصرفات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدرع الصاروخي توثيرا مخاوف لدى القيادة الروسية إلا أنه قال أن موسكو على استعداد لمعالجة هذه القضية الانزعاج الذي أبدته روسيا من اقتراب النيتو من أراضيها جاء بسبب مخالفة بنود الوثيقة الأساسية في قانون العلاقات المتبادلة والموقعة عام 1997 والتي تنص على إمكانية التعاون والأمن بين روسيا وحلف شمال الأطلسية والتي تحدد التزام الطرفين بعدم نشر قوات عسكرية كبيرة على أراضي أي من الأعضاء الجدود